خبر خاص لسوبر تايم عن طريق مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك بعدما انتشرت بعض الأقويل والإشعاعات عن مفاوضات بوجريها نادي الزمالك مع أربع لعبين في نادي الأهلي صالح جمعة حسين السيد عمار حمدي واللعيب الرابع مين يا شباب صالح جمعة حسين السيد وعمار حمدي دولة تلات لعيبة اللي كان فيه كلام كتير ويعني اتقال أكتر من اسم تاني كده من بعيد لكن كان فيه كلام أو إشعاعات عن دخول نادي الزمالك في مفاوضات مع مجموعة من لعبين نادي الأهلي مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك ومصدر مهم داخل نادي الزمالك أكد لنا بأنه الأخبار دي ملهاش أي علاقة بالصح خبر غير صحيح على الإطلاق الزمالك لا يفاوض أحد اللاعبين أي لعب من النادي الأهلي في فترة اللي فاتت ما حصلش أي مفاوضات ولا حتى حصل جس نبض ولا عن طريق وسيط ولا عن طريق مكلمات ولا عن طريق اجتماعات ما فيش أي حاجة خالص وبالتالي كان مهم أنه برضو نوصل لحضراتكم لأنه الخبر ده تقال في أكتر من مصدر وكمان تقال هنا عندنا سوبر تايم بطريقة أو بأخرى لكن في الآخر كان مهم أنه نوصل لحضراتكم كمان حقيقة الأمر زي ما قلنا وهنقول تاني نفى مصدر مسؤول مهم داخل نادي الزمالك أنه الخبر ده ليس له أي أساس من الصحة الزمالك لا يفاوض أي لعب من صفوف النادي الأهلي اشتركوا في القناة